اشتركوا في القناة النمو والجسم والحقي بيميل الى الانخفاض بشكل عام. وكمان دوية الانخفاض دي بتزداد بشدة الاعاقة يعني العاقة العقلية البسيطة غير العاقة العاقة العقلية المتوسطة غير العاقة العاقة العقلية الشديدة غير العاقة العكلية الشديدة جدا. ببساطة كده لو طفل منغولي او بيتأخر في الماشي عن اقمانه العاديين وهنا بيبقى في بناء Missouri. عن جسم طيب الخصاص المعافية للمعاقين عقليا. اول شيء عندنا الانتباه المعاقين عقليا عندهم ضعف في القدر على الانتباه هو القابلية العالية للتشتت. عندهم مشاكل كمان في ان هم قابلين للتشتت بدرجة عالية. تب التذكر عندهم صعوبات في التذكر. لو جينا نقوم ما بينهم وبين العاديين هنلاقي لا عندهم صعوبات في التذكر. التمييز برضو عندهم التمييز بين المسيرات اقل من العاديين. التخيل. عملية التخيل العامة بتحتاج إلى قدوة على استدعاء الصورة الزهنية وهم عندهم مشكلة في التزقق أصلاً فوق يبقى يلاحظ أن المعاقين عقلياً بشكل عام زو خيال محدود طب التفكير عندهم انخفار واضح في القدوة على التفكير طب الخصائص اللغوية يعاني المعاقين عقلياً من بطء في النمو اللغوي برضو يتأخرون في الكلام عن أقوانهم العاديين عندهم مشكلات في الكلام بتنتشر عندهم التأتأ الخصائص الشخصية والاجتماعية عندهم إحساس بالدونية عندهم كمان التفاعلات الاجتماعية مش فعالة زي باقي العاديين بيحبوا لعبوا معها الأطفال الأصغر عمواً منهم أو سنًا ما يحبوش يلعبوا معها أحد أجمع منهم أو حتى سنهم